اشتركوا في القناة العميد النائب لكلية الطب السيدة أنتوان جيكوندادة تحدثت عن الجهود التي تبزلها الكلية لإسراء المستشفيات الكادية بالأطبة مضيفة بأن الكلية دعمت بشكل كبير المستشفيات أثناء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك عبر تزويدهم بالأطبة لجنة التحكيم الدولية عبر رئيسها البروفيسور بير فرح أسنت على أعمال الطلبة متناولة ما قامت به خلال يومين من العمل في مناقشة البحث وتقييم عمال الخرجين منبها البروفيسور فرح جميع الخرجين بما تنتظرهم من صعوبات ميدانية وأنهم ملزمون بالتعامل معها واحترام شرف المهنة الطبية معلنا بذلك النتائج الأخيرة للأطباء الجدد وبعد أداء القسم الطبي أعرب الخرجون عن سعادتهم بهذا النجاح مشيرين إلى الصعوبات التي عاشوها أيام الجامعة مطالبين من السلطات العليا تحسين أوضاع الطباء خاصة المحاضرين بالكلية من أجل تكوين نوعي وتوفير مناخ علمي جيد وزير التعليم العلي والبحث والابتكر الدكتور دافيد أودينغار ذكر بأن هذه النتائج المشرفة والمتواصلة التي تحرزها كلية الطب تؤكد التطور الذي تشهده شات في كل المجالات وبخاصة المجال الطبي مؤكدا بأن الوزارة لن تهمل المطالب التي قدمها الخرجون مهنئنياهم ومطالبا منهم احترام أخلاقيات المهنة النبيلة التي اختاروها هذه الدفعة الجديدة ستكون إضافة قوية تسجلها شات في مجال التغطية الصحية وتوفير العلاج النوعي في البلاد